المشهد يبدو مستقراً وكأنها السراحة محارب خلال الشهر الفضيلة الدولار تسمر في معدل لا يتجاوز المئة ألف ليرة ومعه استقرت أسعار المواد الغذائية لكن الرقم خيالي إذا ما قورنا بالتاريخ نفسه من العام الفائت ولم تتوقع سرعة تصاعده حتى أكثر التحليلات تشاؤماً ليتربع لبنان على عرش الدول التي ترزح تحت وطأة تضخم أسعار الغذاء محققاً الرقم الأول عالمياً بنسبة بلغت 139% متجاوزاً سيمبابوي التي حلت في المركز الثاني وفق تقرير صادر عن البنك الدولية بعنوان تزايد عدام الأمن الغذائية غلى فاحش الشامش مأول مماري يعني ما المئة دولار وسطت للمئة وأربعة عشر مليون يعني أربعة عشر مليون وهلأ المئة دولار تطلع عشر مليون أكيد يعني غلى فاحش فيك تفوتي على صادرية فيك تفوتي على مستشفى غلى وقوى شو دولار مليون بزمانة مصاري بتاريخ العالم والأزمة طالت برافنها قطاع الدواء أيضاً وقد استقبل للغاية رئيس لجنة الصحة النيابية لبنانية بلال العبدالله في المجلس النيابية رئيس وأعضاء نقابة الصيادلة في لبنان الحفاظ على نوعية العمل الطبي والدواء بلبنان بنفس الوقت كيف نتجنب إغراق السوق بالأدوية المزورة والمهربة حفاظ على صحة باطئين لبنانيين كذلك تطرق النقاش إلى كيفية حماية الصيادلة في إطار ممارستهم مهامهم هناك عدم قدرة المرضى على شراء وتأمين الأدوية إضافة إلى اشتياح الدواء المهرب والدواء المزور الأسواق اللبنانية نحكي خارج نطاق الصيدريات بشكل عام وإماناً بأننا بأهمية الحفاظ على القطاع الصحي والقطاع الطبي والاستشفائي في لبنان يجب أن نأمله كل الأوانين لتحصن استمراريته وفي المجلس النيابي أيضاً اجتماعات لليجان النيابية في وقت يشهد الوضع السياسي جموداً مع الفراغ المتواصل في سدة رئاسة الجمهورية وتصريف الحكومة المستقيلة للأعمال وقد تناول رئيسها نجيب ميقاتي استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية مع وزير الداخلية بسام مولوي وأجرى البحث في التحضيرات والاستعدادات لإنجازها وإن كانت تتراوح الخيارات بين إجرائها أو تأجيلها ربطاً بالظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل الأوضاع العامة الملبدة بالتحديات اضطر الكثير من المواطنين إلى تغيير عاداتهم وتقاليدهما التي ألفوها خلال الشهر الفضيلة زين عبد السامة تليفزيون فلسطين منطقة الحمر بيروت